تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رأس الخبري اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد أبر قناة سيرفي سبورت اللي أكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى في عنوان جميل وضعته صحيفة مرور هذه هي خطة آرسين فينجر لتغيير كرة القدم تقول الصحيفة فينجر مقتنع تماما إنه خطته حاليا هي أفضل حل موجود للعبة الخطة اللي الجميع بيعرف إنه أساسها كأس عالم كل سنتين لكن فيها تفاصيل أخرى فهي خطة يصفها البعض بإنها قد تشعل حرب أهلية ما بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفيفا ومن المتوقع إنها لو نجحت اتخلينا نشوف أول كأس عالم بنظامها عام 2028 تقول مرور هناك مبادئ في خطة آرسين فينجر وهي كأس عالم كل سنتين لتصبح الكرة الدولية تقدم مباريات أقوى بشكل أسرع بدلا من مشاهدة تصفيات ضعيفة أربع سنوات وهذا حسب رأي فينجر قد ينقذ الكرة الدولية يعني الهدف هنا ما تشوف مباريات دولية سهلة وتصفيات لسنوات نشوف مباريات حاسمة أكثر ننسجم معها مثل ما صار مع انسجامنا بدور الأبطال كل سنة بدل ما نشوف مباراة واحدة بس كل أربع سنوات المبدأ الثاني رزنامت مباريات دولية جديدة بتجعل التوقف الدولي مرة واحدة بس بالسنة ويكون في أكتوبر والبطولات تكون في شهر يونيوم هذا معناه أن اللاعبين حيسافروا مسافات أقل والأندي تصبح فترات تجمحها مع بعض أطول وهذا ممكن يساهم بارتفاع مستوى الأندي نتيجة التسارع الانسجام حسب رأي مدرب أرسينال السابق المبدأ الثالث هو جعل المباريات الدولية ذات معنى أكثر وهذا بيحمس اللاعبين أكثر للأداء فيها وبشعرهم أنهم بيتطوروا بدل ما تكون المباريات الدولية مجرد عرقلة لمسيرتهم فالنظام التصفيات رح يتغير بحيث يصير أكثر تقارب بالمستوى والأهمية والتنافسية المبدأ الرابع حيستمر تطبيقها عدد عشرين لللاعبين مع الأندي يعني لاعب كرة القدم حيقضي ثمانين بالمية من السنة معنى دي وعشرين بالمية مع المنتخب والإجازات هذه قاعدة مهمة لأن الأندي هي اللي بتدفع فلوس وبالتالي حقها تستفيد من اللاعب أطول فترة ممكنة المبدأ الخامس والأخير بطولة دولية كبرى كل سنة فهناك قناعة بالفيفا أن الأندي أكلت المنتخبات وتفوقت عليها نتيجة بطولاتها السنوية الدوري وتنافسي تدوري الأبطال كل سنة فهناك رغبة بإنقاذ الكرة الدولية من خلال بطولة قوية كل سنة مرة حيكون عندنا يورو بعدين كأس عالم بعدين كوبا أمريكا بعدين كأس عالم فكأس العالم حيصير مرة كل سنتين يعني باختصار خطة أرسين فينجر الجديدة بتستهدف إنقاذ الكرة الدولية أكيد بالنسبة لفيفا هناك رغبة مالية بذلك لأن الكرة الدولية هي مصدر دخل الأساسي لكن في هناك سبب آخر فيفا بيعتقد أن الكرة الدولية هي أساس تطوير كرة القدم وأن الأندي مجرد شركات هدفها الحقيقي ربحي ومالي وليس تطوير اللعبة هذه الخطة عشان تتطبق محتاجة تحصل على تصويت الأغلبية من 211 عضو في فيفا والاتحاد الدولي لكرة القدم واثق جدا أنه حيفوز بهذا التصويت لأنه آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية على الأغلب بمعظم أعضاءهم حيكونوا معهم كما أنه أمريكا الجنوبية اللي ما أعلنت موقفها حتى الآن كانت في عام 2018 تدعم الفكرة وبتقول أنه إحنا بدنا كأسعالم كل سنتين في دفاعها الأخير عن الموضوع قال أرسين فينجر لدينا رزنامة قديمة لم يتم تحديثها منذ سنوات رغم تغير كرة القدم كثيرا ثم أعطى دفاع عن خطته بمثال استخدم فيه ليونيل ميسي وقال اسلوبنا الجديد حيخلي لاعب مثل ليونيل ميسي يقطع مسافات أقل كل سنة بمقدار 50% وللعلم هذا دفاع فينجر بتأكدو صحف إنجليزية قامت بالحسابات أنه فعلا لاعبي القرارات البعيدة حتكون مسافاتهم اللي بيصيافروها كل سنة أقل بكثير لكن يبقى الحل الوحيد لتطبيق خطة الفيفا هو موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فالمسألة مش بس أنك تحصل على أغلبية الأصوات فالاتحاد الأوروبي واضح بموقفه يا بلعب يا بخرب يعني حتى لو تم التصويت وخسر هو سباق التصويت أمام فيفا هو بيقول أنا رح أنسحب من كأس العالم وهذا طبعا حيخلي المونيديال بلا معنى رياضي ولا اقتصادي شو توقعاتكم لنهاية خطة فينجر هاي هل حتكون زي نهاية فترته مع أرسنال اللي سلمه فترة انحدار وعدم تحقيق النتائج أم حتكون مثل موسم 2003-2004 الذهبي بلا خسارة موسيقى 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 موسيقى